تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه فخامة الرئيس محمد الناصر رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة أعرب فيها فخامته عن خالص تهنيه بتعافي سموه حافظه الله ورعاه من العارض الصحي سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسموه حافظه الله هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حافظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية إلى أخيه فخامة الرئيس محمد الناصر رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة ضمنها سموه وحافظه الله خالص شكره وتقديره على ما أعرب عنه فخامته من تهاني وطيب المشاعر وصادق الدعاء متمنيا سموه رعاه الله لفخامته دوام الصحة والعافية وللجمهورية التونسية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والنماء